وينضم إلينا عبر سكايد من مدينة دارية الناطق باسم لواء شهداء الإسلام تمام عبد الرحيم بداية أهلا بك سيد تمام سيد تمام الأمم المتحدة أعلنت إدخال مساعدات إلى دارية ماذا شملت من الأغذية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البارحة عند الساعة العاشرة مساء دخلت قافلة مكونة من تسع شاحنات إلى مدينة دارية تسع شاحنات تتواجد فيها مواد غذائية تتواجد فيها أيضا مواد طبيات تتواجد فيها مواد منظفات وخيم وبطانيات وبعض قالونات المياه المعقمة نعم يعني سمعنا الأمم المتحدة خددت أن المساعدات تكفي لنحو ألفين شخص هل يتناسب ذلك مع عدد المحاصرين في المدينة؟ لا أبدا عدد المحاصرين في المدينة اليوم وصل إلى 8300 شخص أدخلوا فقط إلى ألفين شخص أربعمية وتمانين سل إغاثية لبلد محاصرة منذ أربع سنوات أدخلوا 960 كيس طحين وزنه 15 كيلوغرام وهذا لا يكفي أبدا احتياجات المدينة أخبرتك أن المدينة يوجد بها 8300 شخص نعم طيب هل تحدث مسؤول الأمم المتحدة عن أغذية جديدة ستصل؟ وعدونا بخير ولكن أخبرونا أيضا بتعنف النظام باتجاه مدينة دارية وخاصة إدخال المساعدات الذي حصل البارحة هو ضغط دول كبير على نظام الأسد لإدخال هذه القافلة إلى مدينة دارية ويعتبرون أنفسهم منتصرين أنهم دخلوا البارحة بعد الضغوطات على النظام نأمل دخولهم مرات قادمة لأن هذا العدد الذي أدخلوه البارحة لا يكفي لأحد للعلم أن بعد خروج وفد الأمم المتحدة خرج في الساعة الثالثة والربع من الليلة قبل السحور هذا اليوم وبعده تم قصف المدينة إلى الآن الطيران المروحي لا يغادر المدينة وطيران الاستطلاع إلى الآن ثلاثون برميل على مدينة دارية نعم طيب بالنسبة لكم كعسكريين ما هو دوركم في إيصال المساعدات للمدنيين نحن بصفتنا لواء شهداء الإسلام تواجد الكتيب الأمنية لحماية القافل وإنزال المواد الغذائية في المستودعات مستودعات المجلس المحلي لتوزيعها على المدنيين نعم شكرا لك تمام عبد الرحيم مع ناطق باسم لواء شهداء الإسلام